اشتركوا في القناة لا تدعني هيثم كيف ترضى ان اسير الان وحدي بعد ان فارقت الليالي بعد ان مزقت ثوب الفرح عني يا ولدي لا تدعني قد سبقت العمر قبلي انها الاثقال شابت فوق ظهري ولدي قد ذهبت هناك تسأل يا الهي تلك امي تحمل الاهوال عني قد طواها القهر جنبا رغم اني في رحاب الله ربي هيثم ان قلبي قد رآك في جنان الله تلهو كالحمام في ضياء البدر عرشا بالغمام فوق تسطح الشمس بيتا للسلام يا هيثم انها الايام تمضي كنت فيها بين كفي لا تغيب تحمل الاحلام تاجا فوق رأسي فصرت بين الروح غير ان الجرح يدمي مع كلمة من وحي المناسبة مع فضيلة الشيخ علي شحرور فليتفضل ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اللهم صلي على محمد وآل محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على البشير النذير الصراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المحمود الأحمد المصطفى الأمجد الرسول المسدد أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى أنبياء الله والمرسلين إلى قيام يوم الدين سماحت الشيخ عادل التركي من لبنان أخونا وحبيبنا أخواني الكرام أخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى روح من اجتمعنا لأجله وبسببه المرحوم هيثم عبد الكريم طهماز إلى روحه خاصة أرواح أمواتنا جميعاً سيم المنسيين نقرأ المباركة الفاتحة متوجة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال بداية أشكر أخي وحبيبي والد المرحوم هيثم عبد الكريم طهماز أبو هيثم وأعمامه وأولاد أعمامه الذين منحون الفرصة أن أتكلم في هذه المناسبة الأليمة لو إنني أعتبر هذا المصاب الجلل هو مصابه وجدد الفاتحة إلى روح المرحوم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد عندي كلام كثير ولكن المجال لا يتسع ونبهت أن أتكلم بخصوص المناسبة فقط يعني عن الموت سمحت الشيخ تكلم عن الموت نعقب ولو بجزء بسيط عن الموت وذكر الموت ونحن في هذا الخضام في هذه المأساة في هذا المصاب الجلل تحت هذا الصقف وإن شاء الله الله عز وجل يتقبل منا صالح الأعمال يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها لا دارا للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذو الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها فكم مدن في الآفاق بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنين ويفنيها هذا كلام مولانا أمير المؤمنين ويقول الإمام زين العابدين وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هالراح منها بغير الحنط والكفني خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن يا زارع الخير تحصدوا بعده ثمرا يا زارع الشر موقوفا على الوهن يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني إخواني هذا الموت وذكر الموت إذا لم نتعذ في الموت وفي الآخرة وما يهيأ لنا في هذه المرحلة من الدنيا ونفارق الدنيا ونعود إلى الله سبحانه وتعالى هنا أيها الأحبة وقفة تأمل وقفة وجدان بيننا وبين الله سبحانه وتعالى قد نختلف على الميت مات الميت في رحاب الله في رحاب الله أصبح في عالم الغياهب يجوز مننا أن نختلف على ميت لا والله لا تستاهل هذه الدنيا على أي أساس نقرأ الفاتحة نكون له نحن كما أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نكون في خضم هذا المجلس حتى نرفع من هذا الشأن أن يكون الميت في عالم الغياهب يسكن في سكينة الله سبحانه وتعالى ومعه الملائكة ببركة دعائكم وببركة الفواتح التي نقرأها على روحه الطاهرة الموت يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين هون أحد يقول لك يعني واحد يحب الموت بينك وبين الله إنه واحد يخاف من الموت ولكن هيئ للموت كل من عليها فان كل من على هذه الدنيا فان ولو كانت هذه الدنيا تسوى بشيء لبقيت لمحمد وآل محمد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون ما يغرّك دمك وناس الله يعلم الجهر وأخفى إن الله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور يوم القيامة عندما نقف بين يدي الله فراذا ما في ملة فلان وجماعة فلان وعشيرة فلان أنت العمل الصالح الذي ارتكنت إليه وفعلته عمل الصالح تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى نعم ببرقة محمد وآل محمد يكون لنا شفعاء ولكن بشرطها وشروطها على كل الأحوال كما وعدتكم لا أريد الإطالة المجلس مضغوط جدا وأنا بدي حاول أدر الإمكان أن أختصر من هنا أحبائي كلام لأمير المؤمنين هو الكلام كان طويل ولكن الموضوع بيستاهل أكثر من هذا الوقت اللي بدي آقته يقول مولانا أمير المؤمنين اجعل من نفسك على نفسك رقيبة واجعل لآخرتك من دنياك نصيبة إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة والموت يأتي بغتة من يزرع شرا يحصد ندامه هاي وقفة تأمل وجدانية بين الإنسان وبين ربه ما يضلوا يلا ماشي الأمور بكرة بتوب بكرة يا شباب الشاب المتوفي عمره 35 سنة شاهد ومن خيرة الشباب إذا يا شاب ما بتتعذ بالموت الله أخذ هذا الشاب على كل الأحوال اختصارا رحم الله أرواحا لا تعوض ولا تولد مرة أخرى اللهم اخفر لمن عشنا معهم أجمل السنين وهزنا إليهم الحنين اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم اللهم اخفر للغوالي من غابوا عنا كل عزيز وغالي هو من الغوالي إن كان ابن عائلتي والله ابن بلدي أو كان من ملة الإسلامي والمسلمين رحم الله ضحقاتا لا تنسى يا هايثام وملامح لا تغيبوا عن البال شوفوا أنتوا صور هايثام كله بيبتسم فيهم كلنا بيضحق فيهم هالوجه ما شاء الله عليه وملامح لا تغيبوا عن البال وحديثا اشتقنا لسماعه رحم الله كل روح غالية تحت الثرة الله الله يرحم أمواتنا جميعا آمين يا رب العالمين بالتأبين أيها الإخوة أيها الأحبة أحيانا نودع الأب أو الزوجة تودع الزوج في أمان الله تبروه في رحلة راح إلى عالم الغياهب إلى عالم البرزخ إلى يوم القيامة إحنا سنلاقيهم إن شاء الله ولكن بالعمل الصالح بدأ الزوجة تكون مع زوجها يوم القيامة مع أولاده مع أبنائه بدأ يكون في عمل صالح مش تخسروا دنيا وآخرة الولد الصالح بدأك تلاقيه يوم الآخرة في الجنة حتى تعيش انتويا والأخ أيها الأحبة عندما نفتقده هو سند الأخ دائما سند واللي ما بيحكي مع خيه يجدد حسابيته على ضوء ذلك واللي ما بتحكي مع إختها تعود تحكي مع إختها وهالدنيا فانية إلى زوال والأخته حنان هي العطف هي الحنان هي المحبة ما حدا بيشغل بيله وبكون هاكلان همك إلا إختك أكتر شي الأخت والوالد نعمة من نعم الله أو الولد عفوا الولد نعمة من نعم الله والبنت حسنة والأب فخر هو أساس الوجود أساس وجودك هو الأب عندما يذهب الأب عندما يموت الأب ذهب الرقن الأساسي من هذه الدنيا من بيتك والأم كل ما تكلمت عنه وكل ما سبق الأم وما أدراك ما الأم أعود إليك يا هيثم أنا كنت حاكي جزء مننا لهذه الكلمة وهلا بدي أحكيها كل سوا وبينهي المجلس إن شاء الله يعني بينهي كلمتي مش المجلس يا لبعدك أيها الحبيب كم هو قاس وحسبك انكفأ الصوت الشجي في عمق الصمت الحزين أفرغني من كل المشاعر إلا مشهد الألام والدموع كل أرجاء الدنيا ضاقت يملأها سمتك الصاخب يطبق على القلب والمكان فكل الدنيا صارت سريرا يقتنه جسمك الجريح هذا المرض العضال جسمك الجريح من كل شيء إلا من نفحات الحب والحنان أنا قلت له يا هيسم وصيني قال لي ادعي لي أنا بحبك ادعي لي إلا نفحات الحب والحنان والشوق الجميل وكل الزمان بات صورة لوجهك الهادئ وبسمة تخرج خجولة تحت عيون تضرف من الحب والدموع آه أتعبني صمتك أيها الحبيب أتعبني صبرك يا جبل الصبر إنهارت عزيمتي أمام صمود قلبك الكبير يا لقلبك الكبير في جسد تأكله الآلام والجراحات وما زال يغمر الدنى ويغمر الأحبة بالحب والحنين يوزع على الدنيا جمالا لا أعرف سره مدام القلب ينبد مدام الحب يسير آه يا هيثم رحلت من هذه الدنيا في صمت الخاشعين تحملك الملائكة تحمل كتابك في يمينك وتحملك الملائكة السماء وتحملك ملائكة السماء راضيا مرضيا إلى الباري مع الأبرار تنتظرك الجنة قائلة ادخل بسلام أيها الحبيب في أمان الله في أمان الله أيها الحبيب إلى روحك نهد المباركة الفاتحة متوجة ببراقة الصلاة على محمد وآل محمد باسمي لا لحظة ما خلصت باسمي أنا شخصيا وباسم آل شحرور وعموم أهالي بلدة هونين والإخوة في جمعية المصطفى أتقدم بأحر التعازي منكم أيها الأحبة ومن آل الفقيد آل طهماز ومن الأحبة ومن الأقارب بأحر التعازي ونعد الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد في واسع رحمته إنه سميع مجيب إلى روحه خاصة وأرواح أمواتنا جميعا سيم المنسيين الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد شكرا للمشاهدة